أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الرباء لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في المجلس الثاني من سورة الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرلا عليها يتكؤون وزخرفا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه مفضل بعض الناس على بعض في الرزق في الحياة وفي الآخرة قال جل وعلا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني هنا الله سبحانه وتعالى يبين حقارة الدنيا عنده وأنا لا تستحق شيئا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي لولا أن يجتمعوا على الكفر ميلا إلى الدنيا وزخرفها لولا أن يجتمع الناس ميلا إلى الدنيا وزخرفها لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون قال الحسن معنى الآية لولا أن يكفر الناس جميعا بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه لهوان الدنيا عند الله عز وجل وبهذا قال أكثر المفسرين قال الحسن معنى الآية ولولا أن يكفر الناس جميعا بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه لهوان الدنيا عند الله عز وجل وفي الآية درس جليل بأن الغنى ليس مقياسا لكرامة المرء عند ربه تبارك وتعالى فرب طاغوت وفاجر وكافر ومنافق يبعثر الذهب هنا وهناك ورب نبي وصديق وصالح لا يجد الكفاف ورب عاص يتمره في النعيم وتقي لا يجد ما يسد رمقه ومن هنا جاءت خاتمة الآية في غاية المناسبة إنها تعليق على زخر في الحياة الدنيا وبهجتها فقال الله وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وقوله ومعارج المعارج هي الدرج جمع معراج والمعراج هو السلم ولهذا يقال ليلة الإسراء والمعراج الإسراء من مكة إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماء والمعنى فجعلناها لهم معارج من فضة عليها يظهرون يعني على المعارج يرتقون ويصعدون يقال ظهرت على البيت يعني علوتوا سطحه ولبيوتهم أبوابا وسررا أي وجعلنا لبيوتهم أبوابا من فضة وسررا من فضة عليها يتكئون يعني على السرر وزخرفا وبهذا سميت السورة سورة الزخرف لأنه ما ذكر هذا اللفظ إلا في هذه السورة والزخرف هو الذهب والزخرف هو الذهب وقيل الزينة أعم من أن تكون ذهبا أو غير ذهب وإن كل ذلك يعني وجعلنا لهم مع ذلك زخرفا أبوابا وسررا من فضة ومن ذهب وزخرفا ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن جميع ذلك إنما يتمتع به في الدنيا فقط هل رأيتم غنيا أو ثريا أو ملكا ذهب بشيء من ماله إلى قبره؟ أبدا قال النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء لكنها ما تعدل عند الله شيء قال ابن القيم رحمه الله ما ذكر الله الدنيا في القرآن إلا محقرا لشأنها ما ذكر الله الدنيا في القرآن إلا ذاما لها ومحقرا لشأنها وفي سنن الترمذي الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما فهذه الدنيا التي من أجلها يتنافس كثير من الناس ويتقاطعون ويتحاسدون ويتباغضون ويقتتلون لا تستحق شيء عند الله سبحانه وتعالى لا قيمة لها أبدا ليس لها قيمة عند الله وقرأ في القرآن تجد الخبر اليقين وما فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هاشيما تذروه الرياح وهكذا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هاشيما تذروه الرياح إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس من الدواب والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس قال الحسن البصري والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك فكيف لو فعل يقول مالت بهم الدنيا وما فعل هذا فكيف لو فعل قال بعض السلف لرجل تريد أن أريك الدنيا تعال فذهب إلى أحد المزابل وقال انظر إلى سمنهم وعسلهم ودقيقهم هذا هي الدنيا هذه هي الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا من الدنيا فقال اتقوا الدنيا واتقوا النساء وفي الترمذي لكل أمة فتنة هو فتنة أمتي المال وقال عليه الصلاة والسلام فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم فهو ما خاف علينا من الفقر خاف علينا من الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين فمن اتق الله تعالى وترك الشرك والمعاصي وآمن به وحدة وعمل بطاعته فإنها الباقية التي لا تفنى هذه الدار وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فهي الحياة الدائمة الباقية بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ثم قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون فمن أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكمة إلى أباطيل المضلين يعاقبه الله بشيطان يقيضه له حتى يضله ويلازمه فيكون قرينا له فلا يهتدي لأنه الجزاء من جلس العمل مجازاتا له حين آثر الباطل على الحق انظر الآن في أحوال بعض الناس الذين أعرضوا عن القرآن الكريم وأعرضوا عن سنة سيد المرسلين وأعرضوا عن كتب السلف الصالح وذهبوا إلى كتب أهل الكلام وكتب أهل الفلسفة والروايات الملحدة والآراء الشاذة انظر ما هي نتيجتهم صار قائلهم يقول على الله جل وعلا الكذب والزور والبهتان ويلحد في آيات الله ويسخر ويستهزئ بالله وآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم فهذا نتاج خبيث لعمل سيء قبله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريم فمن أعرض عن ذكر الله فإن الشيطان يلزمه العياذ بالله يكون ملازما له لا يفارقه يوسوس له بل ربما زين له سوء عمل فرأه حسنا كما قال الله أفمن زين له سوء عمل فرأه حسنا لأن بعض الناس من ضلاله يتصور أن الشخص لا يكون مفكرا ولا مثقفا ولا راقيا ولا متعلما إلا إذا قرأ في كتب أهل الفلسفة كتب أهل الكلام وفي الكتب المنحرفة التي تحمل أراء شاذة ما يعد يقول هذا إنسان بسيط هذا إنسان ما قرأ في هذه الكتب قبل القيم رحمه الله لما ذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا في زاد المعاد واستنبط منها الدروس والعبر وكان فيها قصة كعب رضي الله عنه لما جاءه كتاب من ملك غسان يقول له أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان فالحق بنا نواسك قال كعب فأخذت الكتاب فذهبت به إلى التنور فسجرته أحرقه قال ابن القيم هذا في دليل على إحراق كتب أهل الباطل والفساد والزندقة وأن الإنسان لا ينظر فيها لا يجعل قلب مجال لتخطفه هذه الشبه فإن القلوب ضعيفة قال بعض السلف من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه لأن لا يزينها الشيطان في قلوبهم نسأل الله لنا ولكم الثبات وإنهم ليصدونهم عن السبيل يصدونهم عن طريق الحق الشياطين الذين قيضهم الله لكل من أعرض عن ذكر الرحمن يحولون بينهم وبين سبيل الحق ويحسبون أنهم مهتدون يظنونهم على حق حتى إذا جاءنا الكافر أو الشيطان الذي يقارنه قال الكافر مخاطباً للشيطان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب يعني بعد المشرق والمغرب يتمنى الكافر أن بينهما بعد المشرق بعد مشرق أطول يوم في السنة من مشرق أقصر يوم في السنة فبئس القرين يعني بئس الشيطان أنت كما قال الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخلت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ولي ينفعكم اليوم هذا حكاية لما سيقال لهم يوم القيامة ولي ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أي لأجل ظلمكم لأنفسكم في الدنيا أنكم في العذاب مشتركون لأنه لما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبة يحصل له نوع من التأسي يعني نوع تخفيف كما قالت الخنسة تبكي أخاها ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل آخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسي فالإنسان إذا علم فلان وفلان قد أصيب مثله تأسى بعض الشيء أهل النار قال الله ولي ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون يعني لا ينفعكم اشتراككم في العذاب يعني لا يخفف عنهم بسبب الاشتراك شيء من العذاب كما هي الحال للناس في الدنيا إذا أصيبوا بمصيبة وعلم فلان أنه أصيب غيره قال الحمد لله لست وحدي لا في الآخرة كلهم مشتركون في العذاب ولا يشعرون بالتخفيف والعياذ بالله لا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون أنكم في العذاب مشتركون ثم رجع السياق لما ذكر الله سبحانه وتعالى حالهم ذكر أنها لا تنفع الدعوة والوعظ لمن سبقت له الشقاء وفقال أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين وهذه الآية مرت معنا في سورة النمل وفي غيرها أنك لا تهدي من كان كذلك فهؤلاء الكفار بمنزلة الصم الذين لا يعقلون ما جئت به وبمنزلة العمي الذين لا يبصرون لإفراطهم في الضلالة فإما نذهبن بك بالموت قبل أن ينزل العذاب بهم فإنا منهم منتقمون في الدنيا أو في الآخرة أو نري أنك الذي وعدناهم من العذاب قبل موتك فإنا عليهم مقتدرون متى شيئنا عذبناهم قال كثير من المفسرين وقد أراه الله ذلك يوم بدر أقر الله عين نبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء ثم فتحت مكة وصارت دار إسلام فاستمسك يا محمد بهذا القرآن استمسك بالذي أوحي إليك وإن كذب به من كذب ووالله يا أحبتي ما يقل إنسان من الشبهات شبهات والفتن مثل التمسك بالقرآن هل تعلمون زمن أكثر فتناً وشبهات من زمننا هذا؟ ما نعلم زمن نحن أشد أعظم من الشبهات والفتن في هذا الزمن فمن أراد أن ينجيه الله تعالى من فتن هذا الزمان وشدائده فليقرأ قول الله وليعمل بقول الله فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فالقرآن العظيم وتدبر القرآن والعمل بما في القرآن هو أعظم سبب للثبات على الحق إنك على صراط مستقيم على طريق واضح وإن هذا القرآن أيضاً لذكر لك ولقومك فهو شرف لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشرف لقومه تمسكوا به كما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون يعني فيه شرفكم وعزكم والقرآن يفسر بعضه بعضاً وسوف تسألون عما جعله الله لكم من الشرف يسأل الإنسان يوم القيامة ماذا عمل بهذا القرآن واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا قال العلماء واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون قال JP إن المعنى واسأل أمم من ممن قد أرسلنا ومعنى الآية سؤالهم هل أذن الله بعبادة الأوثان هل أذن الله بعبادة الأوثان لا لم يأذن الله تعالى بعبادة الأوثان في أي ملة من الملل أي ملة من الملل ما أذن الله بعبادة الأوثان واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون فلم يجعل الله سبحانه وتعالى في ملة من الملل أن الأوثان تعبد أبدا والمقصود تقريع مشرك قريش لأن ما هم عليه لم يأتي في شريعة من الشرائع ثم قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملأه فقال إني رسول رب العالمين وموسى عليه الصلاة والسلام سبق ذكر قصته وأقرب تفصيل فيها هو في سورة غافر بالأمس فلما أعلم الله سبحانه النبي وبأنه منتقم له من عدوه وذكر اتفاق الأنبياء على التوحيد أتبعه بذكر قصة موسى مع فرعون وما نزل بفرعون وقومه من النقمة فأرسله الله أرسل الله موسى بالآيات التسع التي تقدم بيانها في قوله ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم إلى فرعون وملأه هم الأشراف فقال إني رسول رب العالمين يعني أرسلني إليك فلما جاءهم بآيات إذا هم منها يضحكون يعني يسخرون ويستهزئون وما نريهم من آية لا هي أكبر من أختها كل واحدة من آيات موسى أكبر مما قبلها وأعظم قدراً مع كون التي قبلها عظيمة في نفسها ما نريهم من آية إلا هي أكبر مما قبلها وأعظم قدراً مع كون التي قبلها آية عظيمة في نفسها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون بسبب تكذيبهم بهذه الآيات والعذاب هو المقصود بقول تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين منقص من الثمرات وأخذ الله فرعون كما سيأتي وجنده أخذاً مفاجئاً حين أغرقهم وقالوا يا أيها الساحر وكانوا يسمون العلماء سحرة ويوقرون السحرة ويعظمونهم ولم يكن السحر صفة ذنب عندهم هذا على قول بعض المفسرين إن قولهم لموسى يا أيها الساحر ليس سخرية من الاستهزاء إنما على حقيقته إنهم كانوا يسمون العلماء سحرة فخاطبوه بالساحر من باب التعظيم لموسى وقيل إنه على العكس إنهم يقولون يا أيها الساحر من باب السخرية والاستهزاء أدعو لنا ربك بما عهد عندك أي بما أخبرتنا من عهده إليك إننا إذا آمنا كشفت عنا العذاب إننا لمهتدون إذا كشف عنا العذاب الذي نزل بنا فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون دعى موسى عليه الصلاة والسلام وكشف عنهم العذاب ولكنهم استمروا في طغيانهم يعمهون ونادى فرعون في قومه لما رأى تلك الآيات خاف أن يميل القوم إلى موسى عليه الصلاة والسلام فجمعهم ونادى بصوته فيما بينهم وقال يا قوم أليس لي ملك مصر ما ينازعني في أحد ولا يخالفوني فيه مخالف وهذه الأنهار تجري من تحتي من تحت قصري أنهار النيل أو أنه أراد بالأنهار القواد والرؤسة والجند والجبابرة وأنهم يسيرون تحت لوائه أو الأموال المقصود أنه ظاهر الآية أنه يقصد النهر النيل يجري من تحته أجرى له من تحت قصره طريقا وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون يقول ابن الجوزي عجبا لفرعون افتخر بنهر ما أجراه ما أجراه لكنه افتخر بالماء فأغرقه الله بما افتخر به يقول فرعون افتخر بنهر ما أجراه ما أجراه الأولى يعني أنه ليسا ليسا الخالق والمتسبب في جريانه والثاني ما أجراه على الله افتخر فرعون بنهر ما أجراه ما أجراه ما أجراه على الله أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين يقصد فرعون لعنه الله يقصد موسى عليه الصلاة والسلام أم أنا خير من هذا الذي هو مهين يعني موسى يعني موسى يقول أنا خير أم موسى من هذا الذي هو مهين ضعيف وَلَا يَكَادُ يُبِينَ يعني كان في لسان عقدة كما قال في سورة طاها وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي قال الله قد أُتيت سؤلك يا موسى فَلَوْ لَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبِ انظر الآن الطواغيت والكفرة همهم الدنيا فقط ميزانهم الدنيا فَلَوْ لَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبِ يقصد موسى عليه السلام يعني هل لا حُلِّى بأساور الذهب إن كان عظيما وكان عادتهم إن الرجل إذا كان له منزلة وكان له مكان عظيمة يحيطونه بأطواق الذهب وأساور الذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين يعني يمشون معه وهذا يشبه ما جاء في سورة الإسراء في قول الكفار وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجرنا إلى قولي تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجرنا من أرض ينبوع أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلى بشر رسولة قال الله فاستخف قومهم فأطاعوه حملهم على خفة الجهل والسفة بقول وغرور فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله عز وجل استجهل قوما فأطاعوه لخفة عقولهم فلما آسفونا يعني أغضبونا والأسف أشد الغضب انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين في البحر فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين جعلناهم قدوة لمن عمل بعملهم من الكفار في استحقاق العذاب ومثلا للآخرين ثم قال تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون جاء في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش يا معشر قريش يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم وما تقول في محمد فقالوا يا محمد ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبد من عباد الله صالحا فلئن كنت صادقا فإن آلهتهم لك ما تقولون فأنزل الله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون قال قلت ما يصدون قال يضجون وإنه لعلم للساعة له خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة وهذا الأثر الأرجح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما ولا يصح رفعه فالله تبارك وتعالى لما قال وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِي أَلِهَةً يُعْبَدُونَ تعلَّقَ المُشْرِكُونَ بِأَمْرِ عِيسَى وقالوا ما يريد محمد إلا أن اتخذوا إلها كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم إلها فأنزل الله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقال بعض المفسرين إن هذه الآية نزلت في مجادلة رجل كافر يقال له ابن الزبعري مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني خصمتك يا محمد ورب الكعبة كيف؟ قال إن النصارى يعبدون المسيح وفي القرآن إنكم وما تعبدون من ذن الله حصبوا جهنم أنتم لها والدون كيف؟ عيسى ليس نبياً كيف يكون في النار؟ فأنزل الله إن الذين سبقت لهم من الحسنة أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيساً وهم في مجتهة أنفسهم خالدون وقد مضى هذا في سورة الأنبياء المقصود أن قوله تعالى إذا قومك منه يصدون إذا قومك يا محمد من هذا المثل المضروب يصدون أن يضجون ويصيحون فرحاً بذلك المثل المضروب لما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل بعيسى بن مريم ظنوا أنهم انتصروا عليه وفرحوا بذلك وأنهم خصموه كما يقولون إذا قومك منه يصدون يصدون يعني يضجون يقال صد يصد صديداً إذا ضج وقيل أنه بالضم يصدون وقيل معناه يعدلون وقالوا آلهتنا خير أم هو أي آلهتنا خير أم المسيح أي يوم خير قال الله ما ضربوه لك إلا جدلا ما ضربوا لك هذا المثل في عيسى إلا ليجادلوك إلا ليجادلوك بل هم قوم خصمون يعني هم قوم عندهم شدة في الخصومة عندهم شدة في الخصومة وعندهم لدد ثم بيّن سبحان أن عيسى ليس برب إنما هو عبد من عباد الله أنعم الله عليه بالنبوة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إنه إلا عبدنا نعمنا عليه وقال ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة أكرمناه بهذه النبوة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل جعلناه آية وعبرة لهم يعرفون قدرة الله تبارك وتعالى حيث خلق عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب وكان يحيي الموت ويبرئ الأكمه والأبرص وكل مريض بإذن الله ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون لو نشاء أهلكناكم وجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفونكم فيها وإنه لعلم للساعة المراد المسيح عيسى بن مريم وقد جاء في قراءة وإنه لعلم للساعة فعيسى عليه الصلاة والسلام نزوله في آخر الزمان من أشراط الساعة وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهْ لَيَنْزِلَنَّ فِيكُمْ أَبْنُ مَرْيَمْ عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة نزوله في آخر الزمان ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل المسيح الدجال ويقتل المسيح الدجال وهذه الأحاديث ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما وقد ألف بعض أهل العلم كتاباً سماه التصريح بما تواتر في نزول المسيح ألفه بعض علماء القرن الرابع عشر من الهند محدث ألف كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح فالأحاديث في نزول المسيح عيسى بن مريم متواترة وأن عيسى بن مريم مسيح الهدى هو الذي يقتل مسيح الضلالة المسيح الدجال وجاء أيضاً في حديث النواسي بن سمعان في صحيح مسلم هذا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا لا تشكُوا هذا صراطٌ مستقيم ولا يصدَّنَّكم الشيطان ولا يصدَّنَّكم الشيطان هذا صراطٌ مستقيم يعني اتبعوني فيما أمركم به من التوحيد وترك الشرك والعمل بفرائض الله عز وجل فهذا الذي آمركم به وأدعوكم إليه طريقٌ قيمٌ موصلٌ إلى الحق ولا يصدَّنَّكم الشيطان لا تغتروا بوساوسه وشُبهه التي يوقعها في قلوبكم فيمنعكم من ذلك يمنعكم ذلك من اتباعي لأن الشيطان يقف لابن آدم في جميع طرق الخير في جميع طرق الخير طريق التوبة طريق القيام بالفرائض يقف له في طريق مجالس العلم وحلق الذكر في كل سبيل لأقعدنَّ لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكري لا يصدَّنَّكم الشيطان إنه لكم عدوٌ مبين أي بين العداوة مظهرٌ لعداوته لكم ووقع بين أبينا آدم عليه السلام وبينه ما هو معلوم مذكور في القرآن ولهذا تعهد أن يغوي جميع بني آدم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أعاذن الله وإياكم من شر إبليس وجنوده من الجن والإنس وذريته إنه على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر